بيان واضح في كتاب الله جل وعلا أن الاستغفار والتوبة من أعظم أسباب نزول الغيث والخيرات والبركات قال الله جل وعلا على لسان نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وقال جل وعلا على لسان نبيه هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فلنتب إلى الله جل وعلا ونكثر من الاستغفار ولنحرص على إرجاع الحقوق لأهلها وعدم ظلم الناس أو البخل بالزكاة التي أوجبها الله فكل هذا من أسباب القحط وعدم نزول الغيث اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا رحم الراحمين